السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير متتبع يا الكرام ومرحبا بيا عندكم مرة واحدة أخرى وسمحوا لي على هات أخير كانت الظروف خارجة على الإرادة ديالي المهم اليوم كيف ما كتشوفو جبت لكم واحد العجينة اللي تصوبوا منها عدة أشكال أنا عمرت هنا يا بيها ليشو الصن شوفو كيفاش كيجي وما شاء الله ودر ديميني بيتزا يعني هاد العجينة هادي غادي نحتاج إن شاء الله في شهر رمضان أو في المناسبات تقدروا توجدوا بها عدة أشكال فالعجينة سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في كل بيت كيف دائما أنا موعدكم يعني السهل والبسيط والناجح لشو الصن صدقوني اللي دقهم حمق عليهم تيجي وخاوين من الداخل العجينة ديالهم كتجي مورقة البيتزات كيجي وهشاش وارطبين ويعني تقدروا هاد العجينة هادي تخرجوا منها عدة 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 أشكال كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الصورة شوفوا لشو الصن كيفاش كيجي وماشاء الله هارطبين بمقادير حتى الحشوة يعني السهلة وبسيطة ومتواجدة عندكم في بيتكم ندوزوا على بركة الله للمقادير والطريقة ديال التحضير كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا أنتما ممكن تاخذوا نصف الكمية عندي هنا كيلو ديال دقيق يكون نوعية ممتازة غدي نضيف عليه طبيعة الحال مغربل غدي نضيف عليه معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة صغيرة ديال زعترو معلقة صغيرة ديال بودغ ديال التوم أو مسحوق التوم هاد العجينة هذي كتجي منك هاي يعني تقدروا تديروا بها المملاحة كاملين أي حاجة بغيتوا توجدوها فتضيفوها غدي نضيف معلقة ديال السكر وغدي نضيف معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز أو معلقة ونصف على حسب الحرارة ديال المطبخ مثلا نحن ده بفصل الشيطة فممكن تديروا معلقة ونص ديال الخميرة ديال الخبز أو خميرة ديال المعجونات أنا هنا ضفت معلقة وغدي نضيف عليهم كذلك غدي نضيف عليهم كذلك غدي نضيف كأس يكون مخلط ما بين زيت زيتون والزيت النباتية ووضعت فيه واحد القطع صغيرة يعني قبضت روح بوطة ديال الطون ووضفتها لي هاد الخليط هادا كتجي طعم دياله بزفص الطوني غدي تحتاجه حتى لو مدرتوش ان الحشوة ديالكم تكون فيها التونة فممكن ان هاداك التونة غدي تعتكم مضاق زوين وهنا يكن ضيف معلقة كبيرة ديال الخل وغدي نضيف عليهم تقريبا واحد ثلاثمية وخمسين ديال الماء إلى ما قدنيش غدي نضيف ماء يكون غير دافئ كنعجل العجين ديالي هو هادا وغدي نغطيه دهنتو بالقليل من الزيت وغدي نغطيه ونخليه يختامر حتى كي يضعف الحجم دياله ندوزو على بركتي الله نوجدو الحشوة ديالنا هنايا بالنسبة للحشوة كيف ما كتشوفوا معايا هنا وضعتهم في ميقلات عندي هنايا تقريبا واحد ثلاثة البصلات كبارين مشلدين يعني شلطهم ارقاق او قطعتهم مكعبات صغيرة ولفلفلات درجوج خضر ووجوج وحدة صفرة وحدة حمراء يعني بالالوان شكلوا الالوان اللي بغيتو هنايا بالنسبة للتوابيل عندي معلقة صغيرة ديال الپابريكا معلقة صغيرة ديالتو معالقة صغيرة ديال بودرة آآآآآآآآ نضيف معلقة صغيرة زيت الزيتون نضيف معلقة صغيرة زيت الزيتون نضيف معلقة زيت الزيتون نضيف معلقة صغيرة زيت الشرائح كفتة نضيف معلقة صغيرة الأوات نضيف معلقة صغيرة الزيتون من هذه الحشوة اللي احنا غادي نحضره. كان بدك نفتو هكا يعني ما ديش نخلي هكا كنفتو سواء بشوكة او فورشات او ملعقة خشبية بحلاكات بدهو تتقطعو في حتى ينساجم مع ديك الخضراء كاملة. هناها بالنسبة للسلسة ديال الطماطم وมجون الطماطم. مع القصغيرة ديزع سار، مع القصغيرة ديالكمون، مع القصغير ما владلığımhuman إذا مجزل بعملتها والحلمات تقريباً 1 جوج معلقة كبيرة زيت الزيتون وبودغ التوم هذا هو الخليط الأول نضيف تقريباً معلقة كبيرة الموتاغد أو الخردل ونضيف عليه الشرائح الجبن نخلطهم مع بعضيتهم مزيان كي يرجع الخليط معلك أو منساجم مع بعضيته قمت بتقريباً ونضيف مزيان قمت بتقريباً قمت بتقريباً ثم نضيفه الرقم ولنضيفه على السطح سوف نضيفه على السطح نقطعه على ثلاثة القطع سطح العمل كبير سطح العمل صغير سطح العمل قليل من الدقيق سطح العمل سطح العمل سطح العمل سطح العمل سطح العمل سطح العمل نقطع الجوانب نقطع الجوانب نقطع الجوانب نضيف الجوانب نضيف الجوانب نضيف الجوانب سوف نضيف الجوانب نضيفana نضيف نضيف تعيين نضيف نقوم بإمكانك كورة أو اخرى من الكورات نقطع نقوم بجهة الثانية تقطعوه بهذا الاطار هذا ومن بعد توضعو الحشوه في الوسط وتجمعوه الجواني بدياله او انكم توضعو الحشوه في الوسط وتوضعو وحده على وحده ويجي بشكل دائري فهذا هو الشكل ديال البيتزات ديالنا نستفهم في الاطار اللي غادي دخل للفرن على ما نكمل الكيمية اللي عندي كاملة ومن بعد ندوزو باش نشكلو او نضيرو التعميره في البيتزات ديالنا وفي الشوصون انه ندهنوهم هنا بالنسبة باش ندهن اللي شوصون كان دير اصفر بيضاء وكان نضيف عليه واحد معلقة كبيرة ديال الصوية وكان خلط مزيان وكان بدأ ندهليهم الوجيه ديالهم غي شوية يعني ما غاديش ندير بزاف كان دهليهم الوجيه ديالهم بشوية ومن بعد غادي نزينهم انتو ما تديرو عليهم الزنجلان او اي حاجة او ممكن تخليهم حتى هكا انا كان نوضع عليهم شوية ديال الشيام الفوق فكيجي وزوينين ولا الحبة السوداء يعني اللي بغير فبصراحة كيجيوا بهالطريقة هدي كيجيوا رائعين غادي نكمل الكمية كاملة كيف ما كنت لكم انتو ما كتشوفوا معايا ممكن انكم تديرو غير الاصفرد البيضي لما عندكم شوية ممكن تديرو اصفر البيض ودديرو معاها مع القادية الخل او مع القادية الحليب هنا يا كتشوفو كان وضع تزيين ديالي ممكن تديرو حتى السمسم او الزنجلان تهو كيعطي منظر زوين وكيعطي طعم زوين في الفطائر المالحة والحلوة هنا في هاد الاثناء الفرن عندي اسغان دخلت لي شو الصوني طيبه وفي نفس الاثناء كان وجد البيتزا كانتقبهم شوية بشوكة باش ما يتنفروش لنا ومن بعد كان بدك نوضع فيهم هاكا فورشات ديال سلصة الطماطم كيف ما كتشوفو معايا يعني غير القليل ما كان حاولوش نخرجو على الجوانب غنستمر بحل هكا تنكمل الكيمية اللي عندي هنا يا تبارك لاركشتو يعني كيلو ديال الدقيق راكي يعطينا كمية كتيرة 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 فانا درت مخزون وضفت وضرتو في المزمد فغادي نقول لكم في الأخير كيفاش تديرو انكم تجمدوهم هكا فهنا كيف ما كتشوفو معايا غادي نكملهم كاملين بهالطريقة هادي يعني بالنسبة هدو تديروهم حتى الضياف يعني مش يغل لرمضان ممتلا كان وجين عندكم ضيوف فممكن توجدوهم القوطي هنه هنها هنه هنه هنبده نوضع القليل من الجبن المبشور أو الفخو ماجغبى كله هنوضح في هالقليل وغادي نوضع من الفوق ديالهم غادي نوضح لكوفت أو ممكن تذبياطون غير تونا أو الطون بوحدة أو ممكن تخليهم غير هكا بلا تاشي حاجة تتضع الإهم光 هين Sangتبالс فرن يعني عندكم عدة اشياء ممكن انكم تديروها في هاد البيتزات هادو او تديرو زيتون اسود انا هادو غادي نوضع فيهم كيف ما قلت لكم حبة من الكروفت وغادي ندير شكل تاني ديال البيتزا اللي غادي ندير فيه الحشوة اللي بقات لي على الشوصون كيف ما غادي تشوفوهم معايا هادو كتا هما شوفو كيفاش كيجي شكيل ديالهم زوين بزاف هادو الكروفت انا سوطيتو شوية في الزبدة واليبزار والملحة يعني غير شحرتو غير شوية هنايا بالنسبة لبيتزات تانيين وضعت فيهم القليل من ديك الحشوة اللي درنافلي شوصون وكنوضع عليهم القليل من الجبن كيف ما قتشوفو معايا والتزيين ديالهم غادي نوضع عليهم من الفوق حبة من الزيتون او شرائح من الزيتون الابيض او الاسود اللي بغيتون توما يعني لكم الاختيار ممكن تخليوهم غير هاكا بلا ما تديرو عليهم حلة لازيتون لاحتشي حاجة لانا ديجا ديك الحشوة اراها غانية بالمواد يعني الصحية وجميلة اللي كتعطيهم البنة هنا يكنوضع عليهم حبات من الزيتون الشرائح باش يعطيهم المنظر في نفس الاثناء كي ما قلت لكم الفرة ساخن على 300 فراهايت او 160 دراجة سوف ندخل طبيصلة ديالي يطيبو بعد ما اللي يطيبو غادي نتلقوا باش تشوفو الشكل النهائي كيفاش كتخرج لنا البيتزا واللي شوصون اللي احنا وجدنا بعاجينة وحدة والحشوة ممكن انكم تديرو اي حشوة عندكم في الدار هذا هو شكيل ديالي شوصون وشكيل ديال الميني بيتزا بعد ما طابوا في الفرن كي جي ورائعين كي جي وغزالين مفشفشين صدقوني حتى الطعم ديالهم كي جي بنين بزاف شوفو الشكل المحمرين من الفقو من التحت مكيت حرقوش لينا انا قلت لكم يعني صوبت كمية لا بأسة بيها من كمية كثيرة ديالي شوصون وديالي بيتزا فانا درتهم في واحد البلاتو ودرتهم في المجمد حتى يبسوا باش ماي مايجمدوش ليه كاملين او ممكن تديروهم في واحد العلبة وديرو طبقة ومبعد كتديرو البابي سلفي غيزي وتسيبا غيوبي وتديرو في المجمد هكا كيمكن لكم تحكموا فيهم بعد ما يجمدو فعندكم عدة طرق باش تخزنوهم في المجمد شوفوا معايا يعني الشكلات كيفجوا رائعين كانت مننا ان شاء الله هاد الوصفة هادي تنال الإعجاب ديالكم وتبرتجيوها مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة وباش الناس يستفدوا والأسرة ديالنا تكبر ان شاء الله وان شاء الله المزيد المزيد من العطاء احنا وياكم وتبقوا معايا دائما على تواصل ان شاء الله كنوعدكم دائما بالجديد والمميز ما بقى ليه الا انقلكم دمتم في رعاية الله وإلى الملتقى في وصفة قادمة أعزائي المتتبعين اشتركوا في القناة